تمام الشيشة ظهرة قدامكم بتاعتي البرزنتيشن شمهندسيين شمهندسيين هنبدأ النهاردة في أول شيط في الفيزياء بتاعت قولا ميكانيكا اللي انتوا تدرسوها مع دكتور حاتم أول شيط بتكلم على السيمبل هارمونيك موشن أو الحركة التوافقية البسيطة الحركة التوافقية البسيطة هي عبارة عن إيه؟ هي حركة دورية يعني إيه حركة دورية؟ يعني بتكرر نفسها كل زمن دوري معين يعني حركة التوافقية البسيطة هي إحدى صور الحركة الدورية والحركة الدورية اللي بتكرر نفسها كل زمن دوري إيه؟ معين تمام؟ مثل هلك الدكتور عبارة عن إيه؟ سأنا كده أعمل لكم مؤشر بس عبارة عن زنبورغ تمام؟ ومتوصل بكتلة والكتلة دي على سطح أملس ما فيش أي احتكاج بيني وبين الكتلة بتاعتي تمام؟ والزنبورغ وهو واجب في وضع الاجتزان هو في وضع الاجتزان ما فيش أي كوة مؤثر عليه يعني الزنبورغ في الحالة كده في الحالة هذا الزنبورغ بتاعي وده الجسم المتوصل بي تمام؟ الوضع اللي انتو فيه ده كده ما فيش أي كوة مؤثر على الجسم بتاعي تمام؟ لو أنا حركت بقى مسافة X من وضع الاجتزان لو أنا ماشي قدت الكتلة دي حركتها مسافة X كده على الزنبورغ وروحت جده ابعدت كده وعملت تحطات الكتلة كده مسكتها شدتها حركتها مسافة X مسافة دي X من وضع الاجتزان ايه اللي هيحصل؟ اول ما شدها المسافة X دي الزنبورغ بتاعي هيأثر على الكتلة بتاعتي بقوة بحيث يحاول يرجعها الوضع الاجتزان يعني اول ما شدها البره كده الزنبورغ هيقولي لا أنا عايز الكتلة بتاعتي ترجح في مكانها الطبيعي اللي هو موضوع ايه؟ وضع الاجتزان تمام؟ فأنا لو سبت الكتلة دي بعد ما شدتها هتبدأ تتحرك فين؟ تطريقها الاجتزان طيب لما توصل عند وضع الاجتزان هنا كده في الوضع الاساسي هي عندها سرعة الكتلة دي بتتحرك بسرعة تمام؟ فمش هتجف ليه؟ لان عندها عزم كسور ذاتي مش هتجف هتبدأ مكملة فين؟ في الاتجاه السالب لإيه؟ لمحور لوضع الاجتزان كده طيب أول ما تعد وضع الاجتزان في الاتجاه السالب الزنبورغ هيحصل له ايه؟ هيندغط هيبدأ يقول لها لا انا كده ايه؟ انا عايز ارجعك تاني الوضع الاجتزان في الاتجاه العكسي عشر قريش مهندس قريش مهندس الفاتلي على المايك بيسأل ولا ايه؟ هندسة تمام لما تعد وضع الاجتزان في الاتجاه السالب الزنبورغ بتاعي بدأ يتضغط ويأثر بقوة عكسية على الكتلة بتاعتي فهيبطأ من سرعتها يعني هي كان هنا عندها اقصى سرعة عند وضع الاجتزان اول ما تعد وضع الاجتزان الزنبورغ هيقول لها لا ده انا عايزك تروح ايه؟ ترجعي تاني الوضع الاجتزان فالسرعة بتاعة الكتلة هتبدأ تجل تجل جل جل حدا ما تصل لوسفى المسافة اكس كده اللي مشيتها في الاتجاه الموجب يعني هتمشي كده مساء هذا الزنبورغ بتاعي و Leon K وده وضع الاجتزانه منفوقه زي ما هو هتمشي نفس المسافة اكس اللي مشيتها فين؟ اللي مشيتها في الاتجاه الموجب يعني لما شدتها مسافة اكس تمام؟ الزنبورغ بتاعي بدأ يأثر عليها بقوة لما الكوة دي لما سيب الجسم بتاعي بعد ما شدته هيبدأ يتحرك فين في وضع الاتزان طب هو راح لوضع الاتزان كل ما سرعتي بتزيد هيوصل عند وضع الاتزان عنده اقصى سرعة طب هو عنده سرعة ايه اللي هيوجفه؟ مو ماشي حال هتوجفه هيعد في الابتياه السالب لوضع الاتزان اول ما هيعد في الابتياه السالب الزنبورك بتاع هيبدأ يندغط وبالتالي هيأثر بكوة عكسية الكوة العكسية دي هتبطأ من سرعة الجسم بتاعه اللي بيتحرك هتبطأ فيه هتبطأ فيه هو ماشي لحد ما يجف هيجف فين؟ هيجف على نفس المسافة اللي ما شاه فين؟ في الاتياه الموجب لمحور ايه؟ او المحور الاتزان بتاعي تمام؟ بعد ما يوصل المسافة دي ويجف هيبدأ يتحرك تنه في الاتياه وضع الاتزان لان الزنبورك بتاعي مدغوط يبدأ يتحرك لحد ما يوصل الوضع الاتزان عنده اقصى سرعة مش هيجف هيكمل فين؟ الاتياه الموجب لمحور الاتزان هيبدأ الماشي ماشي لحد امتى؟ ولما يعدي وضع الاتزان الزنبوركا هيتفرد فهيحوز هيأثر بكوة عكسية على الكتلة بحيث انه عايز يرجع الوضع الاتزان ويبدأ الحلقة زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين في الانيميشن اللي قدامكم ده اول ما انا بشده مسافة ايبدأ الفرصة عندي في الاتياه العكسة اهو انا مرسل لك السترينج فرص والبوزيشن اهو اول ما يعدي شوف عند وضع الاتزان ما فيش اي كوة اول ما يعدي وضع الاتزان الكوة بتنعكس عليه لو هو ماشي من اليمين للشمال الكوة هتوب من الشمال اليمين طب لو هو ماشي من الشمال اليمين الكوة هتوب من amazing هل مهندسين فهمين الحركة التفكرة البسيطة؟ تمام تمام اللي عنده شئة اليسأل احنا بتائنا خفيف وبسيط فيعني ايه خمس مسال كويسين هنيفهم عندنا الايه ايه هي الحركة التفكرة البسيطة والمواطيات بتاعه فايه معناه وقت يعني محدش يتكسف يسأل محد نعيد تاني وتارة ورامة تمام ماشا شمال نسي فدي ايه الحركة التوفقية بسيطة هي حبارة عن كتلة متوصلة بزنبورك والزنبورك ده بيتقارجح حوالين وضع الاتزان وضع الاتزان ده هتلجأ عنده على طول أنا بسمي الاكس عنده بصفر لأن وضع الاتزان بتحركت يمين أو شمال بسمها اكس والاكس دي بتتجاس من اين من وضع الاتزان بتاعي يعني انا وتحركت بواحد سنتي بيدي انا وضع الاتزان معنى كده ان انا ايه ان انا مشيت وانا عنده صفر مشيت واحد سنتي وتحركت تمام تمام اول قانون خدته في الحركة التوفقية البسيطة البسيطة هي وهو قانون هوك قانون هوك بقول لك ان الكوة عشان يبعند حركة التوفقية بسيطة لأي جسم لازم الكوة اللي بتأثر على الجسم ده تكون كوة ارجعية يعني ايه كوة ارجعية يعني بتحاول ترجع الجسم الوضع الاتزان ومسرها لك بقانون هوك بيقول لك ان الاف دي لازم تبقى تساوي سالب كي في اكس عشان يبقى عندي الجسم بتتحرك تغفقية بسيطة لازم تحجل اول معدلة دي اللي هو ايه قانون هوك سالب كي في اكس الكي هو ثابت الزنبورك اي زنبورك عندي في العالم ليه ايه ليه حاسما كي تمام ايه هو السبرينج كونستان ده سابت طب بيعتمد على ايه بيعتمد على خصائص المادة المصنوعة منها الزنبورك وعلى عدد لفات الزنبورك تمام يعني انا لو عندي زنبورك عشر لفات هيبقى ليه كي ولو عندي عشرين لفة هيبقى ليه كي تانية طب لو الزنبورك بتاعي مصنوع من الحديد ليه كي ولو مصنوع من النحاس او من الالمونيوم هيبقى ليه كي تانية تمام يبقى الكي دي هو ثابت بيعتمد على خصائص الزنبورك بتاعي اللي متوصل بالكتلة بتاعتي اسمه السبرينج كونستان تمام الاكس هو بعد النقطة بتاعتي عم وضع الاتزاق. تمام? فالاكس دي بتبقى ببعد النقطة. كل ما ابعد اكتر طبيعي الزنبوك هيأثر عليها بقوة ايه? بقوة اكبر. ليه? لما اشد الكتلة ايامي فهتاكيدها الزنبوك بتاعي انفلت باكتر. فبالتالي هيأثر بقوة اكتر ايه? في الاتياه العكس. تمام? ده قانون هوك. طلعنا من قانون هوك بتلات معادلات. لما سوينا القانون هوك كده بقانون يوتين التاني اللي هو الام في الايه? طلعني تلات معادلات بتوصف الحركة التوافقية البسيطة. ايه هم التلات معادلات? ايه هم التلات معادلات? اول معادلة عندي بتقول لك ان الاكس بتساوي ايه كوزين اوما جاتيزة ايه? هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل دلوقتي. والفي اللي هي السرعة بتساوي سالب اشتاق المسافة. يبقى سالب ايه? اشتاق المسافة بالنسبة للزمن. هتطلع معامل ايه المعامل ايه تي بقى السالب ايه اوميجا ساين اوميجا تي زائد فاي. اشتاقت السرعة طلعني معادلة العجلة لسالب ايه اوميجا سكوير كوزين اوميجا تي زائد فاي. ولو شلت من هنا ايه كوزين اوميجا تي زائد فاي. وهنا ايه كوزين اوميجا تي زائد فاي. يبقى انا ممكن اشيل اللي تحت ده وحط مكانه ايه? اكس. مش ايه اوميجا كوزين اوميجا زياد فاي هو الاكس. هشيل من هنا الاي كوزين اومجا تي زياد فاي. هيدينا الاكس. وبجالة سالب ايه? سالب اومجا سكوير اكس. سالب اومجا سكوير ايه? اكس. تعالى كده انا اتكلم عن المعادلات دي واحدة واحدة. اول حاجة ايه هو الاكس? الاكس ده هو بتاع الايه الجسم بتاعي. يعني الجسم بتاعي واجه فيه. تمام? على بعد جد ايه من وضع الاتزان. تمام? الايه? الايه دي اقصى اسمه الامبليتوت. الامبليتوت او او اقصى ازاحة من وضع الاتزان. ما هو طبيعا نوب اسمه كده. ليه? لان دي دلة كوزين. الكوزين دي بتديني واحد وسالب واحد. واحد اقصى كماليها واحد وسالب واحد. يبقى المعامل بتاع الكوزين ده هو اللي بيدنا الايه? الماكس مانظر. اي اي معامل للكوزين او الصين هو هو اللي بيدينا اكبر كيمة للدلة دي. عند النطة دي. تمام? يبال ايه ده. اسمه او او ا اقصى اذا هنشدته جد ايه بايد عن وضع الاتزان. وبدا اسمه الايه. الاكس هو ايه? هو بعد ان بعد الجسم بتاع عند وضع الاتزان سوا بعد ان بعد واحد صنطي اتنين صنطي عشر صنطي. انما الايه لها كيمة واحدة اللي هو ايه? اقصى بعد عن وضع الاتزان. تمام? طبعا دي دلت هو حاسمها أو التردد الزاوي التردد الزاوي دي رأي قانون هنكتبوه تحت الوقت هزهر تحت بيعتمد على ثابت الزنبورغ وعلى كتلة الجسم اللي أنا معلجه ده يبقى فيه قانون للأنجلر فريكوانسي أو السرعة الزاوية بيعتمد على ثابت الزنبورغ وعلى كتلة الجسم التي هو الزمن تمام؟ التي هو الزمن بتاعي يعني بعد واحد ثانية بعد اثنين ثانية بعد ثلاث ثانية وهكذا الفاي حاسمها الفيز كونسطنت او الفيز كونسطنت او الفيز شيف ده الفاي ده ليه مسألتين هحلهم في اخر السكشن هنفهم ايه هو الفاي وبيتغير ازاي وبيظهر انت في المعادلة ومبيظهرش انت تمام تمام الدي نفس الكلام ال ا هو المكسوم المتوسط الامجا هو الأنجل ودي ده اللي تصيين عادية فها اومجا تي زائد فاي نفس اللي فوق البديل المعادلة الثانية دي بتوصف ايه بتوصف سرعة الجسم عند اي زمن اسمتيه يعني عند تي بواحد ثانية كانت السرعة بتاعتي بكام ده المعادلة دي اللي بتحسبلي الكلام ده تمام الا هتساوي سالب ا اوميجا سكوير كوزين اوميجا تي زائد فاي دي العجلة تمام طبعا الا اوميجا والكلام ده تكلمنا عنه العجلة يعني دي معادلة العجلة اللي بتحرك بقى الجسم في حركة تفقية بسيطة يعني انا عايز اعرف عن دي تي بتساوي واحد ثانية العجلة بتاعت الجسم كانت بكام دي المعادلة اللي توصفت للكلام ده ومن الا طلعنا قانون تاني ايه سالب اوميجا سكوير اكس هنتكلم عن القانون ده در وقت كمان انا عاز هنا انا طلعت لك قلت لك ان الاكس ماكسيمم هو الا يعني اقصى او ماكسيمم بيسبريسمنت هو الا اقصى سرعة كام حد يقولوا كده باش ممنسيني يجاوب معاي اوميجا يبا ا اوميجا يبا ال v ماكسيمم هو الا اوميجا طب اقصى ازاحة اقصى عجلة ا 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 ربي ا ا ا ا ا ا ا ا ا داس كوير هتلاقي انا كتبتلك الكوانين بتاعت الماكسيموم الـ X ماكسيموم بـ A الـ V ماكسيموم بـ A أوميجا الـ A ماكسيموم A أوميجا سكوية دول A كده انا عرفت معادلات المسافة والسرعة والعجلة والماكسيموم بتاعت مسافة والسرعة والعجلة اللي الجسم بتحرك حركة وفقية بسيط كده مش مهندسين في الكوانين دي حد عنده استثار نا تمام ندخل بقى على قانون الأوميجا ودتلك ان الأوميجا بيعتمد على K ثابت الزنبرج والM كتلة الجسم بيساوي الأوميجا جزر K على M الكلام ده ليه إثبات يعني أنا ما كنتبهش كده من فراغ فيه إثبات في المحضرة لو رجعته هتلاقي ان الأوميجا بتاعتك بتساوي جزر K على M تمام بعد كده اي جسم بتحرك حركة وفقية بسيطة ليه زمن دولي يعني هو أصلا الحركة وفقية البسيطة هي احدى صور الحركة الدورية فهو ليه زمن دولي بيكرر دورته يعني بيروح من هنا لحد آخر هنا وبيرجع تاني كده عمل دورة واحدة يعني هو كده من أول هنا ويرجع على نفس النقطة تاني كده عمل دورة واحدة عملها في زمن معين الزمن ده ايه ثابت اسم الزمن الايه الدوري بيعتمد على ايه بيساوي 2 باي على أوميجا الوميجا دي اللي هي الانجلر ايه اللي يبنى من القانون اللي فات فممكن نكتب قانون تاني اللي تي بيساوي بس كده ممكن نكتبه على طول على بعض الابعة بيدلالة الايه الكي والام ممكن نقول النوع بيساوي اتنين باي جزر المفروض الوميجا كي على ام يبقى الامجا في المقام يبقى ام على ايه ام على كي يعني عشان لو كتبت قانون الزمن الدوري بيدلالة الكتلة وابيدلالة السابت أعرف ان انا ايه عوضت عن الامجا بس مش ايه مش اكدر تمام تمام نبدأ بقى ايه نشوف القانون اللي بعد كده اللي هو الفريكوانسي الفريكوانسي معروف انه هو مجلوب الزمن الدوري الزمن الدوري هو زمن دورة واحدة يعني زمن دورة واحدة باسمه الفريكوانسي زمن الدوري هو زمن دورة واحدة الفريكوانسي هو عدد الدورات اللي اعملها في الثانية الوحدة مام ؟ يعني انا لو بعمل 10 دورات في الثانية يبان فريكوانس التاعب 10 يبان زمن الدورة الوحدة في كام ؟ لم فروض 1 على 10 انا بعملهم كلقا بـ ايه ؟ انا عايز زمن الدورة الوحدة وحده على 10 دا يعني Amendment الزمن الدوري هو مجلوب ايه ؟ فانا لو قلتب servant t يسوي 2 والحيا على الامجا ليش今日 تسوي 2 على امجا القنون الرقم 6 يتكلم عن طاقة عموما الجسم الذي يتحرك لديه كم نوع من أنواع الطاقة لديه نوعين من أنواع الطاقة ما هم نوعين أول نوع نوع طاقة الحركة الجسم يتحرك بطاقة بسرعة فالسرعة ستسبب لي طاقة حركة طاقة الحركة حسب من قنون تقط الحركة تساوي نصف mv2 هذا قنون طاقة الحركة العربين الجسم هو بتحرك كده ليه طاقة وضع برضو طاقة الوضع بتاعته بتسوي كم نص الوضع والحركة يجرّن الطاقة الكلية إي نص م ك نص ك سك 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 هتلاقى دايما ال مقدارين دول لما تجمعهم على بعض لما تجمع الكمتين دولة على بعضها هيديك كيمة ثابتة. كيمة ثابتة ازاي? هيديك نص كي اي سكوير. ايه هو الايه باش مهندسين? الامبلاتيوة. الامبلاتيوة او ماكسيمام ديس برسمين. مش ايه دي للمسألة الواحدة ثابتة. يعني معنى كده ان الطاقة الكلية للجسم ثابت طاقت الوضع وتاقت الحركة. هتلاقي ان دايما لو طاقت الوضع وتاقت الحركة واحدة فيهم صغيرة هتلاقي التانية كبيرة. لو واحدة فيهم صفر هتلاقي التانية ماكسيمام. يعني لو طاقت الوضع بتاعتي لو طاقت الحركة بتاعت صفر هتلاقي ان دي كلها هي تاقت الوضع هي تاقت الجسم. طب لو لاجتي ان تاقت الوضع بصفر هتلاقي ان التاقت الكلية تاقت ايه حركة. تمام? طب ما بيني اتنين واحدة بتزيد واحدة بتاقي هي بتجيل. تعاكدا نماشي واحدة واحدة نرسم رسمة ونحسب نعرف الكلام ده تحجج ولا لأ. انا هرسم واضعين عندي كده. هذا الزنبورك بتاعي. تمام? وهنرسم واضع على بعد اقصى مسافة ده وضع الاتزام بتاعه في النص اهو. وده مسافة اقصى مسافة اسمها ايه? تمام? وهنرسم واضع تاني عند وضع لايه? الاتزام. وهنشوف فعلا الكلام ده بيتحجج ولا لأ. انا عند وضع اقصى اتزام او اقصى ازاحة اقصى ازاحة من وضع الاتزام. البي بتاعي بكام? السرعة بتاعي بكام? الوضع ده لما انا ابا شادد الزنبورك عند وضعي اقصى وضع كده. البي بتاعي بكام? السرعة بتاعي 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 الجسم يتوبها بكام? بصير. اه لانه بص كده ازاحة هنا. بص بالانيميشن هتلاقيه اول ما بيوصل له اقصى اتزام بيهجف وبعدين بيغير ايه? اتجاهه. عند البي عند اقصى وضعا وضعا وضع الاتزام البي بكام? بصفر. فهتلاقيه انه تقطر حركة بكام? بصفر. طب تقطر وضع عبارة عن نص كي اكس سكوير. طب عند وضع اقصى الاكس بكام? اللي هي باي? يبا هتلاقيه انه لما اتعوض عنه هنا في المعادلة دي هتلاقيه ان البي بصفر. والاكس باي تديك مصص كي اي سكوير هو. تمام? يبا عند وضع اقصى بعد عن وضع الاتزام. التاقة الكلية اللي عنده طاقة ايه? طاقة وضع. تمام يا شمانسين? تمام. تعال بصوا كيلا عند وضع الاتزام نفسه. وضع الاتزام. اكس بكام? بصفر عنواجب عند وضع الاتزام. فتلاقيه انه مفيش اي نوع من انواع طاقة الوضع. التاقة اللي عنده المفروض تبا كلها طاقة ايه? طاقة حركة. وانا بقلت لك من فوق. قلت لك ان لما الجسم بيوصل لوضع الاتزام ان السرعة بتاعته بتبا كام? بتبا ماكسيموم. لما الجسم بيوصل اقصى سرعة عنده بتبا عند وضع الاتزام. وبالتالي هتلاقي ان نص كي اكس سكوير ده بغت بصفر. والنص ام بي سكوير هتبا بي ماكسيموم هتلاقيه هي هيها برضو نص كي اي سكوير. طب ما بين الاتنين. يعني انا مسلا وضع الاتزانة وضع اقصى بعد وضع الاتزان. طب وهو بتحرك بقى في الاتجاه ده كده. ايه اللي بيحصل? تعال كده بص معي. هو هنا كان سرعته بصفر. اول ما تحرك شوية كده بدأ يكتسب سرعة. فتكتر حركة بتاعته بتايه? بتزيد. فتلاقي انه نص ام بي سكوير بتزيد. لما يتحرك كده. تمام? وهو بتحرك كده الاتس بتاعته بتجيل. لانه بتجرب من وضع الاتزان. تلاقي ان تكتر وضع بتايه? بتجيل. كده كده مجموعة الاتنين لازم يديك الكوما السابتة اللي هي نص كي ايه? اي سكوير. تمام? يبانا تكتر وضع. تكتر وضع بطب ماكسيموم عند اقصر زرحة. تكتر حركة بطب ماكسيموم عند وضع الاتزان. ما بين الاتنين واحدة بتزيد واحدة بتايه? بتجيل. تمام? مش مهندسين حد عنده مشكلة في الكلام ده? تمام. الناس له مش فاهمة عادي هنعيد يعني. تمام. كله فاهم. من قانون تكتر حركة ده طلعت بمعادلة للبي تانية. انا كان عندي معادلة للسرعة اهيه. المعادلة دي بتقول لك ايه? موجب او سالب اوميجا جزر اسكوير نقص اكس سكوير. دي معادلة تانية للسرعة غير المعادلة الفوق. طب انت استخدم دي وانت استخدم دي. بص بجا. عندك معادلة للسرعة الاولى. لو أجلOS انا عايزة حblickة حسبrows السرعة عند زمن واحد ثانية. يبiovدي انا هستخدم المعادلة اللي فيها بتربط السرعة بالزمن. لو أجلك حسب لي السرعة على بعد واحد من عشر متر من واحدة الاتزان. هستخدم العلاقة اللي ما بتربط ما بين السرعة والمساة. تمام? يب Giulian عندي كانونل البهي. كانون بيحسب السرعة مع تغير الزمن وقانون بيحسب السرعة ما هتغيروا المسافة طبعا الأمجا احنا عارفينه والإيه ده الماكسما من ديس بلسمين فالدول سابتين لما تغير الـ X يتغير لك الـ A الـ V طب العجلة لكن انا بص العجلة لانك تفلاق قانونين برضو هتلاقي قانون بيعتمد بيربط العجلة بالزمن والقانون التاني اللي انا اشتقته من القانون الاولين طلعته منه نفس القانون بيساوي سالب أمجا سكوير اكس تمام فكده عندي برضو قانونين للعجلة قانون بيربط العجلة بالزمن وقانون بيربط العجلة بالإيه بالمسافة عشان المسائل الناس تبقى فاهمة بالمسائل كده ان انا عندي إيه عندي قانونين للسرعة وقانونين للإيه للعجلة قانونين للسرعة قانون فيهم بيربط السرعة بالزمن وقانون بيربط السرعة بالمسافة العجلة نفس الكلام قانون بيربط العجلة بالزمن وقانون بيربط العجلة بالإيه بالمسافة تمام بشمهندسين عشان ايه حل المسائل كده احنا خلصنا او لخصنا كل قوانين اللي بتخص الحركة التوافقية الايه البسيطة لو فهمت دول اي مسألة هتقف بقدامك هتحلها تمام تمام حد عنده مشكلة قبل ما نجرب على الصفحة اللي بعدها بشمهندسين على المسائل بقى بشمهندسين اللي عنده مشكلة في اي قانون من دول قبل ما نبدأ المسائل لان لما نبدأ المسائل هنبدأ نطبق في القوانين على طول حد يرد على طب حد ما عندهش مشاكل يلا نبدأ بشمهندس يلا نبدأ بشمهندس تعال كده ايه المسائلة اول مسائلة في الشيت اول مسائلة بتقول لي ايه عندي بيقول لي بارتكال وزماس اف واحد وف عشرة قصو نقص عشرين كيلو جرام يعني انا عنده كتلة مقدار عفوا واحد فعشرة قصو نقص عشرين كيلو جرام تمام البي مكسمم بكام بواحد فعشرة قصو ثلاتة متر على الثاني عايز هو ايه؟ عايز الانجلار فريقونسي وعايز الماكسيمم ديسبلسمنت اف زابرتكال الانجلار فريقونسي هو الاميجا انا عاربه الماكسيمم ديسبلسمنت هو الايه؟ الامبليتيوت يقول لك اسمه الامبليتيوتي المكسيمم ايه اقصر بعد عنوض عليه الاتزان تعالك انا احط المعتدات بتاعتي الام 1 في 10 قص نجس 20 كيلو جرام الت ب1 في 10 قص نجس 5 ساكن البي ماكسيمم ب1 في 10 قص ثلاثة اقول مطلوب انا طالب الامجا الامجا عندي لها قانونين مش هتطلع براه الامجا الامجا يا اما بتساوي انا عندي امسح تاكده اه الامجا بتساوي جزر كيه على ام ده قانون ولها قانون تاني بيربطها بالزمن الدوري كنا منقولوا ان التي بتساوي اتنين باي على ايه على امجا تمام انا ما عنديش الكيه فالطبيعي ان انا هروح على ايه هروح على القانون التاني التي بتساوي اتنين باي على ايه على امجا انا عندي التي هحط التي بكميتها وعند الاتنين باي هحط الاتنين باي بكميتها وطلع قيمة الا ايه تمام فانا هعمل بس الكلام ده هقول كده والله ان التي بتسوي اثنين باقي على اومجا ومنها الامجا بتسوي اثنين باقي على تي حطيت تيب كوميتها طلعت لي بستة بوانت اثنين تمانية بعشرة قصة خمسة ايه الامجا دي ايه بتتجاز بايه بالرادئان بير ساكن ليه رادئان بير ساكن لان دي سرعة زاوية او تردد زاوية السرعة العادية بتتجاز بايه بمتر عالثانية انا لما اتحرك بسرعة بقول ان انا بتحرك مثلا بخمسة متر عالثاني. طب ديه سرعة زاوية. يعني اللي بتغير عندي مش 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 بالمتر بالزاوية. طب الزاوية بتتجاز بايه بالرديان. يببى رديان برساكن. تمام? يببى الاميجا. الناس تركز في الوحدات عشان ما تنسهاش. الاميجا بتتجاز بالرديان بر ايه برساكن. ده اول مطلوب. الانتاني مطلوب طالب الاكس ماكسيمم. او الاكسيمم درس بلس منت او الا. بصوا مديني ايه? مديني الام والتي والفي ماكسيمم. انا استخدمت تي في ايجاد الاميجا. يببى انا اكيد هستخدم الفي ماكسيمم فين? في ايجاد الماكسيمم ديس بلس منت. تعالى كده مش انا كنت عندي. الفي ماكسيمم كان بيساوي ايه? لما رحت اجيبت معامل الكوزين كان بيساوي ايه? في اوميجا. لما رحت اجيبت المعامل بتاع الكوزين كان ايه في اوميجا. تمام? الاي ده اللي هو اللي انا عايزه تمام? والاوميجا انا طلعتها والفي ماكسيموم هو من ده الايه? مات. يبانا من قانون الفي ماكسيموم هطلع منه الايه? هطلع منه هطلع منه الايه? الايه اللي انا عايزها اللي هي بتاعت الايه? بتاعت الماكسيموم ديس بلس منت. هقول والله الايه بتسوي ايه? او الاكس ماكسيموم او الايه اي اي اس نسمها زي ما انت عايز بتسوي في ماكسيموم على اوميجا وبالتالي الفي ماكسيموم واحد في عشرة قص ثلاثة والأوميج أنا طلعتها من القانون اللي فات ده بستة تمانية وعشرين كزا طلعتلي الاكس ماكسيموم بواحد خمسة تسعة في عشرة قص ثلاثة متر الاكس ماكسيموم بتتجاز بالايه بالمتر تمام يا شمال نسين فيه مشكلة في أول مسألة تمام المسألة رقم اتنين المسألة رقم اتنين مدين الناس مريب بقول لي ايه بقول لك what is the face constant الفاي اللي انا قلت لكم هنحله عليه مسائل الفاي اللي انا قلت لكم هنحله عليه مسائل ونفهمه what is the face constant for the harmonic insulator with the position function x of t given m figure يعني مدينك الرسمة بتاعت الposition في الفيجر دي الاكس مع t if the position function has the form الاكس بتساوي الاكس ماكسيموم خزاين اومجة t زائت فاي تمام بقول لك ايه عايز الفاي تمام للهارمونيك insulator اللي دلت المسافة بتاعته مرسومة لك قدامك كده علاقة بين الاكس والتي وعليها واخد الفورم الرياضي الاكس بتساوي اكس ماكسيموم خزاين اومجة تزائت فاي تمام مش ميديك اي معلومة هنا غير vertical axial scale 6 باي كام ستة سنتيم يديك هنا اكس ايس اهي اكس ايس دي هي هنا اكس ايس دي الخط التالت دي علي تلاقي عليه اكس ايس بقول لك انه ديه في ستة سنتيم وعايز هو ايه عايز الفاي تمام ايه هو الفاي هنعرف دلوقتي هنحل المسألة بس الاول نطلح قنطة الفاي ونعرف بيتغير امتى تمام تمام باش مهندسين انا ما عنديش غير المعادلة دي تمام الاكس بتساوي اكس ماكسيموم كوزين امجة تي زيت فاي انا عايز اعرف الفاي ولا نعرف الاكس ولا نعرف اكس ماكسيموم ولا نعرف امجة تي فهنبص على الناس منطلع الكلام ده كله الاكس ماكسيموم او الايه بالنسبة لي هو ايه هو اقصى ازاحة هنوضع الاتزاع طب اقصى كما الاكس وصلت لها هنا كانت بكام بالاكس ايس انا عاديه علاقة الاكس بالسانتي والتي مع الزمن علاقة الاكس مع الزمن هنسم لك العلاقة اللي هي ايه اكس اس وصلت لها هو ايه? هو الاكس اس. اكس اس. اكس اس كانت بكام? اكس ماكسيموم هي ستة سنتي دي. يعني بص كده. بص كده. انا انا عايز اكس ازاحة. اكس ازاحة يبقى عند اكسة نقطة من وضع الاتزاني. يعني عند اكس اكس. بصت كده انا رحت جطعت ده نعدها مع مهرو اكس لاجتها هي ايه? الاكس ده بستة سنتي. هو مجلد ده في المعادلة ده بستة. يبقى ده باربعة. يبقى ده باتنين. يبقى ده بسالب اتنين. يبقى ده بسالب اربعة. يبقى ده بسالب في ايه? ستة. هو مجل ايه? انا عايز اعرف الاكس ماكسيموم. اكس ماكسيموم هي اقصى بعض عنواضي الاتزاني اللي هي بكام بستة. تمام? يبقى انا كده هنقول له وينوت فروم زا جراف انزا تيكست زات اكس ايه اكس ماكسيمم بكام بستة سنتر يبا انا كده عرفت ايه خلصت من واحد اللي هو ال اكس ايه ال اكس ماكسيمم بص كده تعال معي انا المفروض عشان اعرف الفاي عايز اعرف ايه عايز اعرف اكس معينة عندي زمن معين اسمه تي يعني انا المفروض كده اروح اشوف اي زمن معين اعرف من عنده كيمة الاكس اطلع منها الايه الفاي تمام لان انا خلص خلصت من اكس ماكسيمم فضل ما جونه عنده تي وال اكس فانا والله الكيرب بتاعي علاقة بين الاكس والتي فهنروح عند اي تي اغطع الكيرب اطلع نكتة لل اكس وعود في المعادلة اطلع الفاي بس بص كده معايا لو انا جيت مثلا هنا ده كان واحد ده كان طبعا ده محور الزمن ده كان عند زمن مثلا وليكن اتنين سانية اتنين سانية واجيت ايه نزلت كده غطعت الايه الكيرب بتاع الايه بتاع المسافة اتقطع مثلا عند الاتنين سانية عند سالب خمسة ايه اكس هنروح نقول له والله سالب خمسة بيساوي ستة جزين اوميجا في سالب اتنين زائد فاي فانا كده عند الاميجا ايه مش معلوم انا لو الاميجا معلوم هناخد عند اي زمن معين بس عشان الاميجا مش معلوم الزمن الوحيد اللي ينفع اشتغل عليه عند التيب صفر تمام باش مهانسين انا هروح اشتغل عند التيب صفر اشوف الاكس بكام عشان هو ده الوحيد اللي هيطير للاميجا من الايه من المعادلة فانا هنقول له كده هقول له والله قول سوزا فاليو التى بتساوي سفر عند التى بتساوي سفر نزلت قطعت المحور بتاع الاكس طلعت للاكس بكام بسالب اتنين صنطري مش دي كان الاول قط ده بسالب اتنين وده سالب اربعة وده سالب ستة انا لما قطعت هنا طلع عند السالب اتنين والله كده المعادلة بتاعتها هتصفصف على ايه اكس بتساوي اكس كوزين اوميجا تزال اتفار الـ x بكام؟ بسالب 2 الـ a بكام؟ بستة لاحظ ان ده بالسنتي وده بالسنتي عشان كده مع ايه عشان كده ايه؟ عوضت بالسنتي في الـ 2 ما فرجتش معايا ان انا حاول المتر ليه؟ لان الـ x ماكسما بالسنتي والـ x عند الزيرو بالسنتي فحطت سالب 2 و 6 على طول عايزت تحاول للمتر عشان ما هتطلق بطش حاول للمتر براحتك فبقى تسالب 2 بتساوي 6 كوزين الـ omega t طبعا هعوض عنده بصفر والـ t بصفر فتلاجت ان الـ omega t بصفر طلعتلي الفاي ايه؟ الفاي عندي لوحدها اطلع الفاي هقول انها كوزين مينس ون سالب 2 على 6 اطلع الزاوية هتطلع لي 109 وشوية انا بشتغل الـ omega بايه؟ بالرديم برسكن فانا لازم احاول كل فاي عندي او كل زاوية عندي اطلعها لازم احاولها بالرديم برسكن اعمل ايه؟ اضرب في باي واكسم على 180 انا هي هنا هتطلع لي هتطلع لي 109 109 وكاسر كده اضرب في باي على 180 عشان احاول عشان احاولها تطلع بالرديم تطلع لي بالرقم ده تمام؟ تمام تعال كده نبص طلعت بواحد بوينت ايه تسعة واحد تمام ايش مهندسين درديم طب انا مطلع كيمة تانية الكوزاين بتطلع كمتين هو الأسهل ليك وانت بتحل خد اول كيمة لانها غالبا هي اللي هتكون صحة طب الكيمة التانية السالبة دي استغل استغل استغدم الكيمة الاولى ولا الكيمة التانية كوزاين ما ينسوان هتطلع لكمتين للزاوية كيمة موجابة وكيمة سالبة تعال نعرف الفاي الفاي دي هي ايه عشان نعرف هنستخدم منهم الكيمة الموجابة ولا الكيمة السالبة تعال كده بص معايا عايز اعمل ارس بس الكلام ده بص معايا كده ده وضع الاتزام بتاعي عند الـ x بزيرو وده عند الـ a اقصر بعد من وضع الاتزام ده الـ a هاو تمام؟ تعال كده نسم علاقة الزمن علاقة الزمن مع تغير الـ x هو هنا بتغير الـ x انا عايز نحسب عبارة الـ x مع الـ t لو انا كنت بادي الزمن بتاعي عند وضع اقصر اتزام ده يعني انا لو جيت شديد الكتلة عند وضع اقصر اتزام وبديت احسب الزمن بتاعي يبا هو عند الصفر كان عاواخد ايه؟ اقصر مسافة يبا هياخد نقطة ايه؟ اقصر مسافة دي الـ x maximum او الايه خلها الـ xm او الايه تمام؟ هتلاقي بعد ما انا خلاص سبت الكتلة وشغلت الزمن بتاعي هيبدأ ايحصل ايه؟ المسافة دي هتتجلى هيمشي كده في المسافة بتاعتها هتجلى لحد ما توصل ايه؟ لوضع الاتزام عند زمن مؤيد وبعد ما توصل لوضع الاتزام هتكمل في السالب نفس المسافة اللي كملتها في الموجة فهتمشي كده تمام؟ لحد ما توصل لأقصر ايه؟ اقصر مسافة في الوضع السالب بعد ما توصل لأقصر مسافة الوضع السالب هتجلب اتجاهها وتوصل لحد لايه؟ وضع الاتزام تاني تمام؟ بعد ما تصبح الوضع الاتزان هتكمل تاني وتطلع فين لحد الايه لحد الايه لحد الماكسيموم تاني دي دلة ايه لو بسيت على الدلة دي هي دلة كوزاين صرفة يعني ما فيهاش ايه ما فيهاش ايه يعني لو جديت اكتب المعادلة بتاعت الدلة بتاعت دي هتبقى اكس بتساوي الاكس ماكسيموم او الايه كوزاين اوميجا تي على طول مفيش هنا عنده فار تمامة هي هنا او الماكسيموم الوضع بدأ عند الصفر كوزاين صفر بواحد يعني هتبقى اكس ماكسيموم لو انا ايه لو انا حسبت الزمن بتاعي بداية الزمن بتاعي كان ايه النقطة اللي بدأت ايه احرقوا فيها من وضع من اقصى وضع الوضع الاتزان طيب لو انا عملت غير كده يعني لو سبته يعني انا شدته الوضع الاتزان وسبته يتحرك شوية الاول وبعدين حسبت الزمن بتاعي لو انا سبت الجسم ده يتحرك مسافة اوليكم مثلا نص متر وبعدين اشغلت للسوبوتش بتاعي ايه اللي هيحصل كده انا مش هبدأ بالماكسيموم هتلاقي ان الكيرب بتاعي مثلا انا سبته ايه او اشدته اقصى وضع الاتزان اقصى بعد ان وضع الاتزان وسبته اتحرك بعد ما وصل هنا بديت احسب زمن هنا الاكسب كام عندي تيب زيرو الاكسب كام ما كانتش باكسي ماكسيموم ده كانت باكسي صغيرة كانت باكسي مش اكسي ماكسيموم هيبدأ برضو يوعد بالصفر ويرجع وينزل ويطلع هتلاقي ان الكيرب بتاعت مش ايه كوزين اه بس متشفتها هتلاقي الماكسيموم بتاعك ديه ورا كده السالب او هو ايه الماكسيموم بتاعك ايه ما بجاش عند وضع الايه على المحور بتاعي تمام ده بيغير لفين في الفاي يعني الفاي هنا تظهر يعني دي هتلاقي معادلتها هي المعادلة دي اكس بتساوي ايه كوزين اوماجا تي زي ايه الرسمة دي تمام يبال فاي هو بيظهر عندي لما انا احسب من احسب الزمن بتاعي من وضع غير وضع اقصى بعد عن وضع التزام حد مش فيهم ايه هالفاي لا بش مهندسين لو كده نعيدها عشان نعرف هنختار الموجب ولا السالم بش مهندسين حد معايا تمام طب انا هاخد القيمة الموجب ولو الكيمة السالب بصى كده معايا انا دلة دى دلة كوزين بس متشافتها انا نفس المكسيموم ده هو المكسيموم لهنا ده هو يجينة ها تمام يبانا انا عايز احرك الدلة كلها فين اقوله هروح كده لحد ما المكسيموم بتاعك يجي علي ايه علي محور بتاعي اللي هانا انا عايز ايه الدلة دي لو المكسيموم ده جي هينا هتبقى مرسومة كده دلل كوزين عادية موش ده الكوزين اللي تحت بص على الكوزين التحت بداية من الماكسيموم يعني انا لو حركت الجسم بتاعي المسافة دي هتلاقيين ان انا ايه ان انا حجكت اللي الوضع الاكس بتساوي اكس ماكسيموم كوزين او ماجا تي زي فار طالما حركت الشكل بتاعي في اليمين كده يبقى انا هاخد ازاوية المجامع مش هاخد ازاوية السالب هقوله ان الاذا الروت اللي هو سالب اربعة بوينت ثلاثة سبعة اللي انا هطلعه كان بيري جيك كرم وصلت مع عبش مهندسين عاية تاني الناس فاهمة صح كمان يبقى انا كده هقوله والله الحل بتاعي البساطة انا مش هارسم الاسم ده كله في الحال الحل بتاعي هو عبارة عن حتين دول بس بص كده هشيل بس الكلام ده كلك اروح اجيب ال اكس ماكسيموم واحطه هروح اجيب عنده نقطة الصفر واطلع الايه السالب اتنين وتسوي كوزين فاي اطلع الفاي هطلع كمتين غالبا الكويمة اللي هطلعها الاولى هي الصح neiسبيت 9مين في المئة الكويمة اللي هطلعها الاولى هي الصح الاولى هي الصح اعرف بقى على طول لو كرفي بتاع اك كان متشفت ف حالشمال يبقى انت عايز تروح ف اللمين يبقى يبقى هيأه كمى الموج сокاتب على طول لو كرفي بتاعي كان متشفت الليمين كده يبقى انا حعوز اتحرك كده يبقى حて اخد إلى كمى السالب على طول أظن كده يعني ايه وضعت الحتة دي بايه باستفادة هدخل على المسألة اللي بعد كده يقول لي ان اصيليتور consist of a block of mass نصف كيلو جرام يعني انا عندي اصيليتور بكدلته ونصف كيلو جرام وتوصل بايه بسبرينج وين سيت وز امبليتيود خمسة وزارتين ايه سنتي ايه هي امبليتيود خمسة وزارتين سنتي ايه هي امبليتيود خمسة وزارتين سنتي واقصى ازاحة اتحركها يعني تمام اقصى ازاحة اتحركها عن وضع الاتزان كانت خمسة وثلاثين ايه سنتي the oscillator repeats its motion every نص سانية الكلام ده معنى ايه الناس تتفاعل معها بشموندسي بيقرر بيقرر شوقت كل نص سنتي يب ايه ده ايه عنده زمن دور بالضبطان عايز الناس كلها بشموندسي انت تتفاعل كده بحيث ان احنا انا معنا وقته والمسائل خلاص فضل ثلاث مسائل كمان يعني فعايزين ايه نتفاعل كده عشان نشبه الناس فهم ولا لا بقولك ايه با مديك المعطيات دي وبقولك وجيد لأول حال period طب ما هو اصلا جايل لي ان الوسيليتور بربيت ستس موشن ايفر نص ثانية يبا انا هنقول له والله اول مطلوب طالما هنقول له التيب نص بس هنفهمه ان انا جبتها انين انا جبتها ما اجبتهاش من قانون انا جبتها من جملة معينة فقولت له زر موشن ربيت ستس ايفر نص ثانية ستس موشنة جدا اذا حضر وهنا التى هنم襟 متدهل اصلا ايه وسجل طلب المعطة فوق فأنا اسأله انا عرفت ان المعطا دي ان التى بتكرر نفسها لمكان تأكل نص ثانية المطلوب الثالث ال mass frequency 2B على T 2B على T يبقى35b على T أو 2BF يبقى 12BF أو 22BT سيبقى Religio 12-16H ray computer unserer Frequency سرعة زاوية أو تردد زاوية جد الجandon الر�� p المطلوب لكم 4 أريد K الاسبرينج كونسطنط أحسبه كما؟ اوميجا بتسوي قزر كي على ام. بزلط. انا جبت الاميجا ومعي الكتلة اعرف اطلع منها الايه? الكي. الكي بتسوي ام اوميجا سكوير. ما انا هربع الاميجا هتوبى اوميجا سكوير. بتسوي كي على ام. طب انا عايز الكي يوبى ام في اوميجا سكوير. الامة بنص كيلو. والاميجا ب12 و18 رد يمبرسك. انا هربعها. هيطلع لي 79. 79 نيوتن على متر. طب انا الكي ده ثابت. هل تثابت لها واحدة كياس? ده السؤال اللي انا بسألهم لكم. هل الثوابت لها واحدة كياس? اه الثوابت لها واحدة كياس. بس مش كل الثوابت. الثوابت العددية. بص كده معي. لو انا عندي الخمسة والعشرة والخمستاشر دي ثوابت. دي ثوابت عددية. دي اللي ملهاش واحدة كياس. انما الكي. الكي سابت اه اسمه سابت. بس بيعتمد على ايه? على ايه? على خصائص الزومبورغ. ما انا بقلت لك السابت ده? بيتغير لو غيرت عدد لفات الزومبورغ. بيتغير لو غيرت المادة المصنوعة منها الزومبورغ. فالكي سابت اه بس لنفس الزومبورغ. اي حاجة بتعتمد على خصائص الوطط وثابتة اكيد لها واحدة ايه? واحدة كياس. تمام? زي ايه? فاكرين في قانون كولوم في عددية كان الاف بيساوا كي في كيو في كيو ايه? كي في كيو واحد وكيو اثنين على ار. على ار سكوير. ده قانون كولوم في عدد. الكي ده كان ثابت للهوا. كان بي تسعة عشر وستعة. كان ليه واحدة كدهات نيوتن على متر ايه? نيوتن على متر سكوير على الكولوم سكوير. طب ده ده ثابت يا عام. اه بس بيعتمد على الوسط. الهوا ليه كي? ليه كي معينة? والمية لها كي معينة والرمل لي كي معين. فكل وسط لي ايه? لي كي معينة. وبالتالي لازم يكون لي ايه? واحدة كياس. طب. انتعان كده نبص على واحدة كياس الكي. الكي لها قانونين. انا عندي القانونين اللي موجود فيهم الكي. هتلاقي ان الاف بيساوا سالب كي في اكس. والقانون التاني اللي بيربط ما بين الكي والقومجة اللي واحدة لسا كدبينه. الكي بتساوا امجة سكوير ايه. يبالك ايه? من هنا واحدة كياسة. نيوتن على متر اللي انا كدبها هنا. طب في واحدة كياسة تانية? اه. ايه هي? الاومجة بتتجاز بايه? برادين برساكن. طب اومجة سكوير يبالرادين سكوير. على الثانية سكوير. مضروبة في الكتلة الايمة بتتجاز بايه? بالكيلو جراء. سانة بشمالي سي. معي باش مهندسين. الكي بتساوا اومجة سكوير ام. فالامجة برادين برساكن. يبالرادين سكوير برساكن سكوير. مضروبة في الام بالكيلو جراء. يبالي عندي واحدتين للكي. تماما باش مهندسين معي? او مشكلة? تماما. تماما. نمص على المطلوب من البعدي كده. الماكسيموم سبيد. اجيب الماكسيموم سبيد ازاي? عايز اقصى سرعة. اوميجا اي. يبالي عندي دي ماكسيموم. اوميجا اي اكس ماكسيموم او اوميجا اي. الاوميجا انا مطلعها ب 12.6 من 10. الاكس ماكسيموم هو ما هنا مدالي الامبليتود ب 35 من 100. لانها بالسانتي حوالتها للمتر. طبعي باربعة بوينت اربعة زيرو ايه? بترع السنين. نجي المطلوب اللي بعد كده عايز الماكسيموم فورس. الماكسيموم فورس. الف ماكسيموم. انا عندي قانونين للف ماكسيموم. ايه هم القانونين? بصوا كده معي. الف بتساوي. يا سالب كي في الاكس? ده قانون هوك. يا ايه ما بتساوي ام في ايه? ده قانون ايه? قانونيتي. امتى الاف تبقى ماكسيموم? لو الاف ماكسيموم? الكي ده ثابت لنفس الزنبورك. انا ما غيرتش الزنبورك بتاعي. فده ثابت. يبقى لما الاكس تكون ايه? ماكسيموم. تمام? طب امتى من هنا الاف تبقى ماكسيموم القانوني التاني? لما لما. الام ده قطل ده اسم ثابت. فمش ارارتها يبقى لما الايه ماكسيموم. مصلLach. ان هنا اما كيف اكس ماكسيموم او كيف ايه بقى. اشلل اكس ماكسيموم بخط مكانها ايه? اما في اية ماكسيموم. طب اي ماكسيمومي ملاحة قلون اللي هو اسمه ايه? ايه اوماجا سكوير ا اوماجا سكوير من اللي مكونين لنا اسيا خل ... طب اصغط. اما في الامف يقدين کی ايه كي بنده مكساوم دي? حطت مكانها ايا. ام في اوماجا سكوير بدينا ايه? ال-K. هتلاقيه K في ايه برضي. يعني انا استخدمت ده. استخدمت ده. هتلاقيه في الاخر بتقول لK في ايه في ايه. يبقى من قنون يوتن التاني او من قنون هك. هتلاقيه ان الكوة اللي ظهرت عندي هي عبارة عن K في ايه في ايه. القنون F maximum هتساوي K في ال-X maximum او K في ال-A. ال-K بتسعة وسبعين اطلعتها بتسعة وسبعين يوتن على المتر. وال-X maximum ببوينت ثلاثة خمسة. تطلع معي الفورس ب-27 وستة من عشرة. نت. 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 ندخل على المطلوب او المسألة رقم اربعة. بولك. يعني انا عندي كتلة. كتلتها كام بلوك. كتلته اثنين كيلو جرام. بيقول لك ايه هنا. وين ت بتت ساوي واحد ثانية لما كان الزمن واحد ثانية وين تزحى واحد ثانية تطلع مهندسين. طالب ايه هو? عايز بتاع الاستليشن اللي هو الايه. عايز يعني هو عايز بتاعي وعايز عند السرعة والمسافة عند تي بتسوي صفر تعال كده نبص نفكر كده ومديني ايه في المسألة؟ مديني كتلة ومديني سبرينج الكنسطن تمام؟ دول والله ممكن نحسب منهم الأوميجا الأوميجا بتسوي جزر كي على اي ماشي هحسب الأوميجا عندي مديني زمن ومديني عند الزمن ده مديني ايه؟ مديني مسافة عند الزمن ده مديني الاكس والبي بتوعي لما المسافة بتاعت الجسم على ونوضع الاتزام والسرعة بتاعت الجسم عند النقطة دي عند الزمن ده وعايز ايه؟ عايز الامبريكيوت الامبريكيوت ليه قانون بيربط ما بينه وما بين الاكس؟ اه والله ممكن نحسب القانون اللي هو بجول آخر القانون خدناه خالص ال-V بتساوي مجا بقى وسالب أومجا جزر A²-X² الامجا هنعرف نحسبها ال-V معايا بـ 3 و 14 ال-A مش معايا ده طالبها يبقى كده مش هينفع نستخدم ال-A القانون النهائي او هينفع لاننا عند عند X معايا بص كده على القانون ده باش مهنلسين بص كده اخر القانون ده ال-V بتساوي مجا بقى وسالب أومجا A²-X² ال-V معايا متدالب 3 و 14 الامجا هنحسبها ال-X هنحسبها معايا ال-X عند نفس السرعة عند نفس الزمن بكزا ومدين ال-X وال-V والامجا هنحسبها هاتبجانا من هنا ما ديوله عند الوحد يسمو ايه ال-A تمام بس انا مش هستخدم القانون ده وهنعرف لين بص كده معايا انا ده علاقة همديني علاقة بين المسافة والسرعة بالزمن يبا انا هستخدم العلاقات اللي بتربط المسافة والسرعة بالزمن اللي هي العلاقات الاولانية خالص اللي هما ال-X بتساوي A كوزين أومجا تي زائد فاي وال-V بتساوي سالب A أومجا سين أومجا تي زائد فاي تمام يبا القانون دي المفروض A هنستخدمها هطلع الأومجا بس لنا بيزر كي على M عشان نخلص منها طلعت الأومجا عند قانونين ال-X بتساوي A كوزين أومجا تي زائد فاي وال-V بتساوي سالب A أومجا سين أومجا تي زائد فاي طب انا عند الأومجا ماشي ال-A مش معلومة عندي وال-P مش معلومة عندي لو مديني عند زمن معين مديني إيه ال-X وال-V فال-X هنا معلوم وال-V عند هنا معلوم وال-A مش معلومة وال-T معلومة وال-A مجا معلومة أنا حسبتها يبا المجاول هنا عند الفاي وال-A في المعادلتين أنا لو جسمت المعادلتين ظهروا على بعض هيديني إيه لو أنا جسمت ال-V على ال-X مش ال-A دي هتروح مع ال-A دي وتبقى لي معادلة لحدة في مجاوله واحد فأنا هعمل كده X مكده ال-V على ال-X هيديك إيه هيديك V على Everything ال-A هتروح مع ال-A تبقى لفي البسط omega سالب omega sin omega-t плюс Phi على كوزين omega-t плюс Phi هيدينا tan omega t плюс Phi يبا المجاسنة ال-V هيدينا سالب omega tan omega t زchief Phi طب ما أنا معي ال-V ومعي ال-X عند نفس الزمن ! تمام يا باش مهندسين عند ال-x على ال-b تدعيتي بسالب اومجا تاني اومجا تي زائد فاي انا معايا ال-b بقى 3 و4 من 10 ومعايا ال-x ببوينت واحد اثنين تسعة ومعايا الامجا حسبتها بسبعة وسبعة من 10 اتبجالي اومجا تي زائد فاي ممكن الامجا معايا وال-t عند واحد ثانية اطلع الفاي لوحدها بس انا هطلع الامجا تي زائد فاي لوحدها تلعيdb-2akisن لما اخد الامجا تيل تدزائد فاي هنا اخذt-1 evet وانزل الامجا دي في المقام يبطلعتb-1 vs-1 على اومجا 1oretis انا طلعت الامجا تي زائد فاي لوحدهاً وطرف الطرف عادب-t-1 vsPoof اكس. تمام? هقوض بالقيم بتاعتي. طلعت ان V حطتها ب 3.4 من 10 زي ما هم الدهالي. 3.4. 3.4.1.5. حطتها زي ما هي. الامجة حطتها ب7.0.7. الاحس حطتها ب1.2.9. طلعت الامجة تي زي فاي. وضرفت ب180 على باي. في باي على 180 عشان اطلع الكيمة دي بالايه? بالريديان. طلعت الكيمة دي بالريديان. هي امجة تي زي طلعت في على بعضها بالكيمة دي بالريديان. طب انا عايز الفاي. الفاي يبانا هودي الامجة تي بعكس الاشارة. عندي الامجة ب7.0.7. والزبن بتاعي بواحد ثانية هودي بعكس الاشارة. طلع الفاي بكام? بسالب 8 يا بوينت 3.8. طب انا طلعت الفاي. هو عايز الامبليتيوت مش عايز الفاي. انا ليه طلعت الفاي? هنعرف من المطلوب التاني. عايز اطلع الامبليتيوت. ارفع اي معادلة احط في كيمة الفاي. طلعت كيمة الفاي بش مهندسين. هارجع للمعادلة الاولى او المعادلة التانية اي معادلة فيهم. انا معايا الاكس. ومعايا الاوميجا تي. ومعايا الفاي اطلع منها الاي. الاي. هقول ان الاكس بوينت واحد اثنين تسعة. بتساوي الاي او الاكس ماكسموم كوزين اوميجا تي زائد فاي. انا طلعت لك الاوميجا تي زائد فاي على بعضها الاي. عشان ما ارشي حسب الفاي. وبعدين ارجع احط اوميجا تي زائد فاي. تطلعت تطلع اللي هي نفس الرقم ده. فانا حسبت الواحده. وحسبت الفاي الواحدة. فاخد الرقم ده مرة واحدة. لذا المروح عود تاني. عن الامجة بسبعة بوينت الزلو سبعة. وعن الزمن بواحد ثانية. واطلع الكيمة دي. لانا هحط الكيمة دي على طول. اللي هي سالب واحد بوينت ثلاثة واحد. كده بغت ميهول في الاكس ماكسموم او الاي. اللي هو بنص. اللي هو المطلوب الاولاني في المسألة. اللي هو السرعة دالة في اللزاح. نتطلع نفس الناتج. بس انا ليه حسبته كده عشان المطلوب التاني. انا لو حسبت الاي من المعادلة اللي هي في الاول اللي هي البي بتسوي اوميجا جزر اي سكوير نقص اكس سكوير. هتطلع للاكس على طول. وهو ده المطلوب في المطلوب الاول. بس المطلوب الاولاني ماشي. هتطلعه. المطلوب التاني حتيجة تشتغلي ما هيجولك احسبلي الفولوستي والبوزيشن البي والاكس عند تيب صفر. هتلاقي نفسك وجافت. هتلاقي نفسك هترجع تاني تطلع الفاي من المعادلات دي. فالاسهل ان انت كنت روحت عملت ايه كنت تحللت بالمعادلات دي من اساس و رايح تدمع. تعال كده في المطلوب التاني. واحدة واحدة همماشي سوا. انا انا معاك ان هو هيطلع نفس الناتج. روح كده يعوض هتلاقي ان الاكس ماكسموم طلعب بنص. وهتلاقي نفسك وفرت الخطوات دي كلها. بس انا عملت الخطوات دي كلها عشان اطلع الاكس ماكسموم واطلع الفاي. ليه? في المطلوب التاني بقول لي عايز الايه? عايز السرعة وعايز البوزيشن عند تي بتساوي صفر. هنطلعهم ازاي? لازم كده استخدم المعادلة اللي هي بتقول لي ايه? بتقول لي ان الاكس متساوي اكس ماكسموم. كوزين. ام جايت ايه زيت فاي. وعايز السرعة. يبقى هنعمل معادلة السرعة بتساوي السالب ايه اوميجا او ال في ماكسموم سالب في ماكسموم. او الايه اوميجا عموما يعني. بتساين? ام جايت ايه زيت فاي. هم دول الوحيدين اللي هنعرف نعوض فيهم في معادلة الزمن. لانك لو كنت طلعت الايه من هناك? تمام? هتروح تطلع الايه? طب انا عايز السرعة واعايز العموما عند تيب صفر. طب ايه المعادلات اللي بتربط السرعة والزمن يعني المعادلات الأساسية? فانا عروح أعمل على المعادلات الأساسية. اطلع منها الاميجا Exactly. او الايه واطلع منهم الفاي لكيноз اضعهم بالكيمهم هنا. وكده خلصت من الايه من الايه من ال مايه وخلصت من الايه. ماكس هيتبجي انا اضع ايه? وابقول لك عايز عند زمان تي بتسوي صفر عايز وعايز ووصدف هحط التيب صفر تعالي كده حوطني هنا التيب صفر هتلاقي اني ده بصفر يببال اكس بتساوي اكس ماكسمم كوزين فار. بص كده الاكس هتسوي اكس نوت او الاكس عند الزيرو بتسوي اكس ماكسمم كوزين فار. انا معها الفاي طلعتها ومعها الاكس ماكسمم طلعتها اطلع الكيمة دي على طول بكم بسلب بينت 2-5-1. المطلوب الثاني طالب الفي. الفي نوت هو عبارة عن ايه? احنا قلنا ايه في اوميجا صين اوميجا تي زائد فار. عند الاميجا تي بصفر هتلاقينا انها بسين فار. يبسالب اكس ماكسيمان في اوميجا صين فار. الاكس ماكسيمان معايا والاوميجا انا بطلعها من اول مطلوب والفاي معايا اطلع منها الايه? الاكس زيرو والفي زيرو. تمام اش مهندسين? المسألة دي ببساطة مديك عند زمن معيل مديك اكس وفي سرعة ومسالة. وبقولك احسيب لي عند زمن ثاني سرعة ومساة. يبقى العلاقة اللي بتحسب المسابة والزمن هل يعطيه هي العلاقات اللي هي الايه? اللي في الاول. اللي هي الاكس بتساوي اكوزين اوميجا تي زائد في. والفي بسالب اوميجا صين اوميجا تي زائد فار. العلاقات دي لازم استخدمها. طباما مهم يديني عند زمن معلوم يديني الايه? البيانات بتاعتي انا استخدم المعطيات دي عشان اصطلع منها الحياة اللي هي الاساسية الـ A والـ 4 طلعت الـ A والـ 5 كده فتت المعلومات معي أحط الـ T بكذا أطلع الـ A النهاتج بتاعتي الـ X والـ V عند الـ Z ومش كده في المسألة مش مهندسين مش مهندسين لا تمام تمام مسألة سهلة وبسيطة وحلها ايه يعني متخدش وقت يعني تعالك كده المسألة اللي بعد كده وقال لك ايه زى العلالة المتخلية يعني دي 레's المتخلية الليل هي طاق الوضع الطاق الوضع يقول لك الفيجر ده رأسم لك العلاقة ما بين طاق الوضع تمام بين طاق الوضع وإيه هو X يعني رأسم على المحور الأفك المسافة وعلى المحور الرأسي رأسم الطاق الوضع فرقة 2 كجرام برردي يعني أنا عندي كتلة مقدارها 2 كجرام ودي الرسمة اللي بتوصف تقت الوضع بتاعتها مع تغير المسافة جالك the function u of x has the form يعني the u of x دي اللي هي العلاقة اللي هي الرسمة مرسومة قدامي دي عندها العلاقة b x square يعني العلاقة بتاعتي the u of x بتساوي b x square اللي بتحجيج للرسمة دي يعني تمام and the vertical axis scale is set by us باتنين جولي يعني the u s دي اللي هي اقصى قيمة للمحور عندي باتنين جولي يعني دي باتنين تمام بيقول لك if the vertical base rosa equilibrium position with a velocity of 85 سنتمتر على السنة يعني بيقول لك لما الجسم بتاعي مر من موضع الاتزان بسرعة كذا السرعة دي هي سرعة ايه اقصى سرعة اقصى سرعة طالما جال لك السرعة اللي مر فيها من وضع الاتزان اعرف ان دي ماكسموم ايه بل بي ماكسموم دي هي 85 سنتمتر على الثانية تمام بيقول لك ايه برا وين الترنت باك بفور اتريتش خمستاشر سنتمتر اكسر خمستاشر يعني بيقول لك ايه مدك رسم التقط الوضع مع المسافة تمام اتوات بوزيشن ان دي ماكسموم وات اتوات بارتكال ات اكسر خمستاشر يعني لو راجع جبل وضع جبل الخمستاشر سنتم دي هيرجع من عندي فين عند هين بوزيشن طب ولو وصل ال الخمستاشر سرعته بكام هناك عند الخمستاشر سنتم دي تمام مسألة لطيفة وفكرتها حلوة تمام يبانا كده عندي من الاخر مديني علاقة ما بين تقط الوضع والمسافة تمام ومديني جسم كتليته اتنين من كالوجرام وسرعته المكسيمم بخمسة وتمانين من سنتمتر على السنة فبقولك أنا عايز أن أعرف الجسم ده هيبعد عن وضع الاتزاق 15 سنت ولا لا طب لو بعت 15 أعرف سرعته عند 15 طب لو ما وصلتش إلى 15 هيوصل لحد كان ويرجع يبانا بالمعادلة دي من الكلام ده كله أنا طالب أعرف إيه إيه المطلوبة أن أعرفه عشان أحل المسألة أنا عايز أعرف الإيه المكسيمم ديسبلسمن عشان أعرف لو وصل للـ 15 أو عدل 15 وبالكده الجسم بتاعي هوصل للـ 15 طب لو ما وصلش وبالكده بتاعتي دي اللي هتحكمني بأنه وصل للـ 15 ولا لا اللي هو المكسيمم بوزيشن في الواضع الاتزاني أنا هبص هفكر في المسألة دي ازاي والله أنا معايا الـ ومعايا الكتلة مش نقدر نجيب تقط الجسم أنا هقول له كده والله الـ total energy مش أنا عندي لما أمر بوضع الاتزان الطاقة اللي عندي كلها طاقة إيه طاقة حركة بالضبط أنا في وضع الاتزان الـ X بصفر فالـ potential energy أو طاقة الوضع بتاعتي بكام بصفر نص كي X سكوير والـ X بصفر فالطاقة بالنسبالي هي كلها طاقة حركة لأن الـ V عندي كمان هناك كام V ماكسيمم فهنقول له والله يبقى طاقة الجسم الكلية بتساوي نص M V سكوير يبقى نص M الكتلة بـ 2 كيلوجرام والـ V عند وضع الاتزان بـ 85 سنتيمترا هحولها للمترة على الثانية تطلع بـ 72 جول يبقى دي تقطع جسم الكلية سواء هو عند وضع الاتزان سواء هو بعيد عن وضع الاتزان سواء هو عند وضع أقصى مسافة كل ده تقطع بـ 72 جول آه ممكن تقطع الوضع تلاجها وهي 72 جول كلها أو تقطع حركة 72 جول كلها أو في وضع ما ما بين الـ 2 تقطع الحركة بكذا وتقطع الوضع بكذا بس مجموعهم الـ 2 بيدينا 72 جول ده تمام يبقى تقطع كليا بتاعة الجسم 72 جول تمام فضل مشان All- możemy لو صدعت التاقة دي التاقة دي التاقة كلية اللي هي تقطع الحركة عند وضع الاتزان اللي هي تقطع وضع عند أقصى وضع من وضع الاتزان أقصى بعد من وضع الاتزان مشانا لو روحت معدت مسافة من وضع الاتزان السرعة بت faites 0 وبالتالت طاقة كلها طاقة A. طاقة وضع. طاقة الحركة عندي هنا بصفر. يعني أنا ممكن أساوي الطاقة الكلية بنصف K A². تمام؟ وطلع الأمبليتود A. بس بص كده أنا مدنيش سبرينج كونسطن. هو مديني دلة. أكيد الدلة دي هستخدمها عشان أوجد الـ A. أنا لو معاقل K كانت المسألة دي تحلت في خطوة واحدة. كنت أتغلب تاقة الوضع عند تاقة الحركة عن وضع الاتزان. وهي هتطاقة الكلية. وجلت أنها هي عبارة عن تاقة الوضع عند وضع أقصى بعد عن وضع الاتزان. وهي هتطاقة الكلية. ساول لك بطوا بعد صنع منهم الأGI. أقصى بعد عن وضع الاتزان. بس هم ليس مديني زيزانه dry B. لو معيهرب حاليا المسألة تحلت. هم مديني علاقة شخص. تربط ما بين تاقة الوضع والمسافة. تاقة الوضع والمسافة هيّ. العلاقة لك هي اليوو مش بنصف كاي اكس لأ ده هم سميها لك بي في اكس سكوية هم سميها لك علاقة كده تمام فانا والله عارف لما الطاقة كلها اللي عندي تبت 72 يبتطاقة كلها ايه 72 هتساوي بي الاكس ساعتها هتبت بكس ماكسوم اللي هي الاي سكوية طب انا مش معها بي برضو معنا المعادلة معايا مده لبي اكس سكوية مش مدهة لنص كم مدهة لبي طب انا عايز احسب البي ده عشان اطلع الاي دي طب بص كده هاخد اي نقطة على الكيربه ولكن عند العشرة سنتي اطلع كده عند العشرة سنتي اطلع اي بالايه تبط الوضع كل ده باثنين بص ده باثنين يببه ده بواحد يببه ده بزيرو يببه ده بكام نص يببه ده واحد ونص يببه انا عند الاكس بتاعتي بعشرة سنتي لاجت ان لما الاكس بتساوي عشرة عشرة سنتي اداتني يو طاقة مقدارها كام مقدارها نص جول من هنا اقدر احسب البي هجول والله مش اليو بتساوي بي اكس سكوير يبقى عندي بي بتساوي نص هتساوي بي في اكس سكوير طب ال اكس كانت عند البي بنص كال اليوب بنص كانت بعشرة سنتي ممكن احول المتر واطلع الاي اطلع البي طلعت البي من هنا اروح احطها هنا اطلع قيمة الاي الاي همشي الخطوة اخطوا بقى في الحل وواحدة واحدة فهمت بس الفكرة عاملة ازاي انا من الاخر هو اداني التاقة الكلية عالرفالي ازاي جل والله انا معاها الصورة عند الماكسيموم معاكلت للجسم هطلع التاقة الكلية بتاعت باي نص امي بي سكوير طلع باثنين وسبعين جول طلع الاتنين وسبعين جول انا عايز اطلع الاي فانا عند المفروضة الاتنين وسبعين جول دول يصوى نص ك اي سكوير طب الكنص ك ده مش معايا هو اداني معادلة تانية بي pastor مش نص ك اي سكوير فانا المفروضة برضو اطلع اليوب بتسوى بي pastor طب انا عايز اطلع البي مش معلومة اطلعها من رسم بك هو مديني رسمة اطلع البي ازاي اخد اي نقطة على محور ايكس وهشوف ايه اليو بتاعتها بكام احط اليو في الكيمة والايكس مربع في الكيمة وطلع كيمة البي هطلع كيمة البي هتطلع بكام احط его جالك عند اليو لما الايكس كانت بعشرة كانت بنص جول يبقى البي بتسوي خمسة في عشرة عصن ونقص ثلاثة جول على السنتم متر مربع طلع هو هنا كيمة الاي البي طلعما طلعت كيمة البي هقول له والله ان اليو في اكس بغى تدلل كده عبارة عن UFX بتساوي خمسة في عشرة سنقص ثلاثة جول على السنتيمتر مربع اللي هي البيف X سكوير طب أنا عندي UFX لما تبقى ماكسيما تبقى كام 72 من مية جول يبقى الـ 72 من مية هنحطها هنا أطلع حقيمة الـ X تلعب بـ 12 سنتي معنى أنها تلعب بـ 12 سنتي يبقى هو أنا كده مش هوصل لـ 15 أكثر إذا هعنده 12 يبقى أنا كده هقوله إيه هو قبل الـ 15 مش هيعدي مش هيعدي هيوصل لـ 12 ويرجع عندي إيه للوضع للفداية تاني فيه مشكلة بش مهندسين في المسألة معيك تاني بش مهندسين أنا فضل كمان مسألة غير دي بش مهندسين معايا عكا بش مهندس بش مهندسين الناس بيأكل لها معايا عكا الناس خلا تمامي يبقى الفكرة في المسألة دي ايه هو مديني مديني مش مديني كيه صريحة هو مديني علاقة بين اليو والـ X مش مديني كيه صريحة مديني علاقة بين اليو والـ X ومسمى لك U بتساوي بـ X2 تمام هطلع التاقة الكوليية تمام وهروح أشوف معادلة اليو بتساوي بـ X2 هطلع منها الـ B عشان لما حطوا اليو بماكسيمم الـ X تبقى ايه هطلع الـ A وبسيطة خالص. تمام? طب انا لو ممكن نزود هنا مطلوب رقم ثلاثة. يعني هو هنا طالب ايه مطلوبة هو. ممكن نقول مطلوب رقم اتنين اوجد للكيه. الكيه هنا بكام? ومش مديني اي معلمات عن الاسبرينج. انا ممكن هنا نعرف الكيه. حد يعرف الكيه هنا بكام? ما فيش اللي هي المجولة في المعادلة. انا عايز اعرف كيمة الكيه بكام. ما انا خلاص انا انا حلقتي المسألة ها. عبارة عن ايه نص ام بي سكوير. طلعت التاقة الكلية. وروح تجيبت البي من على الكرب. وروح تجيبت اليه وطلعت ب12 سنتي. تمام? هل انا اعرف احسب الكيه? الكيه اللي هو ثابت الزنبورغ من المعادلة دي. من اي حاجة من اي حاجة في المسألة عموما. بص كده معاي. بص كده. والمعادلة اللي مسميها لي يو بتساوي ايه? بي اكس سكوير. طب والمعادلة اللي فعل كيه بتساوي كام? نص كيه اكس سكوير. مش دي معادلة تقتل الوضع او دي معادلة تقتل الوضع. ما انا ممكن نساويهم ببعض. يبال اكس سكوير هتطرم على اكس سكوير. يبال كيه بتساوي اتنين بين. البين انت انطلعها هو. ممكن تقول له ان الكيه بتساوي اتنين بيه تطلع الايه? الكيه. يعني دي مسألة ممكن يوحط لك فيها مطلوب تاني عايز كيمة الكيه. طب يا ماشا انت مزيبتلش سلت اي سبيرنج عند في الموضوع ولا اي حال. ايه? 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 انا عارف ده لطاقة الوضع. بتساوي نص كيه اكس سكوير. هو سمالي النص كيه دي على بعضه بيه. يبال انا فاهم ان النص كيه دي على بعضه اسمه بيه. اطلع منهم كيمة الايه? الكيه. تمام يا شمهندسين? تمام المسألة? تمام يا شمهندسين? تمام. لا سمتا يا شمهندس عنش. الصطر اه السطر التاني اللي هو اه هو بيقول اه باتنين جول. تمام? تمام. مش المفترض ان الشرطة الواحدة باتنين يعني المفترض. لأ هو بص اليو اس عندك فين? هو رسمه لك اعمل لك علامة عليها. اليو اس هنا دي بيقولك دي باتنين جول. اتنين جول. يبدا اقصى اقيمة ايه? يعني ده اتنين جول. تمام? يبدا تجسم بغا المربعات بتاعتك. انا عندي هنا كم كم خط. تمام خطور. يبا اقول تكسم تمام يعني اتنين. يعني الخط من واحد بين ده بربع. يبدا ده بربع ده بنص ده تلتة اربع ده بواحد. تمام واحد وربع هكذا. تشوف الاسكيل بكم وتجسمه على العدد الخطور. تمام? تمام. نيجي اخر مسألة عندنا. على الايه? على السيمبل بندليون. تمام? دي سيمبل بندليون ده يا بشمنسين هو احد تطبيقات الحركة ايه? التفكية البسيطة. طبعا الخطة الحركة التفكية البسيطة. تطبيقاتها اللي هم ايه? البندول البسيط والبندول المركب. والبندول ايه? المركب والبندول الشاد. احنا ايه? الشيط بتاعنا احنا حللنا كل ده على الحركة التفكية البسيطة. هنحل بس في التطبيقات على سيمبل بندليون. وانتوا هتلاقيوا في الشيط أربع مسائل من المسألة ستة للمسألة عشرة هتلاقيهم على الفيزيكال بندوليوم تحلوه تمام أنا هحل مسألة واحدة على السيمبل بندوليوم وانتوا مطالبين بالمسألة للايه الفيزيكال بندوليوم السيمبل بندوليوم هو بتحرك حركة وفكية بسيطة عادي خالص هو عبارة عن بندول كتلة متعلجة عندي في حبل وشدتها مسافة وسبتها تتأرجح وقالين وضع الابتزان الفرج هنا ايه الفرج المعادلات هتختلف في ايه انا اكتب لك المعادلات اللي هتتغير بس انا هناك كانت اكس بتسوي ايه كوزين оمجا تيزا تفاي لا هنا اللي بتغير مش اكس هنا اللي بتغير ايه السيتا الدل 여기서 فوق دي اللي قال ايه الفاي الالفا دي هي السيتا ييه السيتا هتتفصلوم المكس newest كوزين اومجا تيزا تفاي تمام ديجي للمكلوب اللي بعد كده кіنا هناك كنا في السرعة السرعة بتسوي سالب اومجا اي سيين اومجا تيزا تفاي هنا, d섯 by dt يعني تغير الثية بالنسبة للزمن بكم? ستقوم seleb ssimum auf t雷 ömega tay في أمجة هناabencribe مهندسين للمن utilizar وهناك عجلة ستقوم seleb a omega square kuzajnð Umegha tay matin أنا هنا سيحترق بالنسبة للtt يمكن seleb d Our stat偿 dsm by dt² بسبب seleb SATmaмыgha square kuzajna Umegha tא تمام؟ يا مهندسين العلاقات هنا ما اختلفتش في حقيقة اللي اختلف بدل ما قدت بتعامل بx و v و a اتعاملت بc و dc by dt و d square c by dt square تمام؟ يعني اتعاملت بزاوية وبسرعة زاوية وبعجلة زاوية من الاخر تمام؟ الامجة القانون الوحيدة اللي هيتغير عندي في المعادلات اللي فاتت العشر ومعادلت اللي اضطرون في اول سلايد الامجة هناك كانت بجزر m على k هنا بجزر g على l ال l اللي هو طول الحبل اللي قدامك ده انا عمل لك عليه l تمام؟ ال g اللي هو عجلة الجزبية وبعجلة القوانين بغى ايه؟ تكرار t بتصوى اتنين بيع على اومجة الفرقونس واحد على f و هكذا تمام؟ المعادلات اللي اختلفت هي المعادلات اللي ايه؟ معادلة الامجة ومعادلات ايه؟ الحركة بتاعت الحركة التفكية البسيطة العادية بدل ما كانت x و v و t و a بغى借ta و d éc28 و d square ف shortages czyli d케ة الastesćta اللي هي الزوية m leading force…… معدل تغير الزوية او سرعة الزوية تمام؟ و dc square by dtea square العجلة الزوية تمام؟ قابل باشوناين انا عايزكم تفراجوا بين حاكتين dc by dt دي سرعة الزوية والامجة انا اكتبتك اسمه السرعة الزوية برضه او التردد الزوية السرعة الزوية دي هو معدل تغير الزوية دي سرفي الألفا اللي بتتغير دي هي معدل تغير دي سي طبي ديت إي الأومجا ارجعوا للقوانين الأساسية هتلاجي إن الأومجا دي هي صرعة نقطة بتتحرك على دايرة هتلاجي إن كنت عشان تثبت الحركة التوافكية البسيطة كنت بجول إنها عبارة عن دايرة كده سكاروت النقطة اللي بتتحرك على الدايرة دي بسرعة أومجا هو سكاروتها هنا اللي بتتحرك حركة توافكية بسيطة كده تمام؟ عشان الناس تفرق بين السرعة الزاوية دي والسرعة الزاوية دي دي ممكن تتكتب أوميجا بس احنا مكتبناش أوميجا عشان الناس تفرق بين الأوميجا دي والأوميجا دي فيه هنا أوميجا زيادة باش ماندسين مش موجودة يعني سيتا ماكس من أوميجا على طوق تمام؟ الناس تفرق يعني الدي سيتا باي دي سيتا باي دي تي دي سرعة زاوية والأوميجا سرعة زاوية أفرق بينهم ازاي هو معدل تغيره الزاوي اللي هي اللي بتحرك بالبندوق الامجا هو حركة نقطة على دايرة ايه نص كترة ايه وبصوا في المحاضرة هتلاقي ان فيه اثبات فعلا بيثبتلك ان الامجا دي هو معدل تغيره او سرعة النقطة دي على ال ايه على الدايرة ايه المعادلات مش هتختلف في حاجة المعادلات هي هي الامجا بس اللي تغيرت كميتها تغيرت بجازر دي على ايه على ال وبغيتي المعادلات ثابتة زي ما هي غيرت بس الرموز مش اكتر هنحل له مسألة بسيطة على البندول البسيط ونبدأ ايه وخلاص كده ستكيني وبخلص تمام بيقول لك اوزا انجل اوزا بندوليا وبفجر اس جيفين باي كام السيتا بتساوي سيتا ماكسيمم كوزين اربعة بينت اربعة رد مبارساكن تي زائد فعلا يعني بدك السيتا بتساوي سيتا ماكسيمم كوزين اوميجا تي زائد فعلا تمام بيقول لك التي بتساوي زيرو السيتا كانت باربعة من مية رديان والدي سيتا باي دي كانت بسالب اثنين من عشر رديان عايز هو ايه عايز الفيسكو نصتانت فاي وعايز الماكسيمم انجل سيتا يعني عايز السيتا ماكسيمم دي وعايز الفاي دي هنت بص الهنت اللي هو كديبها لك دون تكون فيوز زرية دي سيتا باي دي اتويتش سيتا تشينجيز معنى ايه الهنت ده بيفكرك بالكلام اللي انا قلته لك ما تخلطش ما بين معدل تغير الزاوية سيتا وما بين الاميجا لان هما الاتنين ايه سرعة زاوية ما تخلطش ما بينهم دي سيتا باي دي ده معدل ايه تغير ايه السيتا بتاعت البندول انما الاميجا دي مجال من السيمبل هارمونيك موشن من حركة ايه نطة على دير تمام باش مهندسين فانا عندي المعادلة دي المسألة دي شبه المسألة هني اللي احنا حللناها فقه برضو عند التي بتساوي كزا اوجد الايه عند التي بتساوي صفر كان مديك مثلا عند التي بتساوي واحد كان مديك البي والاكس وجالك وجد البي والاكس عند التي بتساوي كام زيرو نفسها بالزبط تمام هو مديني هنا عند التي بتساوي زيرو السيتا والدي سيتا باي دي هحل المسألة ازاي المفروض هروح اشتق السيتا عشان اجيب الدي سيتا باي دي لما اشتقي السيتا هتكون سالب اوميجا سيتا ماكسيمم انا مش حايف ل各位 بقرر الاميجا? يعني في هنا اوميجا زيادة برضو سالب اوميجا سيتا ماكسيمم صنين اوميجا تي زائد فان تمام? دي المعادلة بتاعت لما اشتقيه انا كده عندي ايه? عندي السيتا والدي سيتا واي دي تي عند زمن معين يولي هو التيب زيرو يعني عند DB سيتا واي دي تي وعند سيتا باربعة من مية وسالب اتنين من ان عشرة عندتيب زيرو انا عايز الثيثا مكسم 돼요 enferme ثم دور معادلتين كل معادلة فيهم في مجهولة فأنا لو جسمتهم على بعض هطلع معادلة في مجهول واحد فأنا هيجسم الـ Thing على Theta يعني جسمت المعادلة التانية على المعادلة الاولى هيتبجألي المعادلة التانية على المعادلة الاولى الـ Theta maximum أضطرها فى الثاني هيتبجألي سالبготовé sin comprar водس înt負 atω على tossed Yours يجم disgrace يجدنا 10 طبي أنا أكثر عن roles ن 좋을 web ولانعم الدجان بالآخر اعم peach عند concern بالآخر Cro paws و hvor لا مجردا مجرد công 80 تمام الامجة هو هنا مديني الامجة انا كتبت الصغل عامة للمعادلة تحت بس هو هنا مديني الامجة اهو كوزين حجف تي الحادي اكيد هي الامجة ومدلك بالرديان برساكها مسهل عليك يبقى الامجة بكم باربع بوينت اربعة اربعة تم فاي اطلع الفاي كده كل مجهور في واحد في الفاي اتطلع الفاي بكم ببوينت تمانية اربعة خمسة رديان تمام هتطلع لك بالرديان تمام تمام طلعت الفاي انا عايز الفاي وعايز الفاي كونس انطلعت وعايز الماكسيموم ايه بالستة ام هاروح على المعادلة الاولى انا معايا الستة عند الزيرو ومعايا الفاي اطلع منها الايه اطلع منها الستة ماكسيموم باربع من مية والفاي طلعت من المعادلة اللي فاتت ببوينت تمانية اربعة خمسة واضرب في باي على مية وتمانين جوال كوس عشان احولها للديجري وانت جوال كوزين والصين حول لديجري وانت برق كوزين والصين حط بالرديان عايز تزاهل على نفسك ولا تحول الدجري والرديان اعمل الارديان وحل كل الازواب بالرديان هتطلع معك صح اطلع منها الستة ماكسيموم وطلع بوبوينت زيرو ستة اتنين ايه راديان كده خلصنا المسألة وخلصنا السكشن تمام حد عنده مشكلة باش مهندسين باش مهندسين تمام باش مهندسين الدنيا تمام ولا ايه تمام باش مهندسين تمام تمام فهمتو طيب ولا ايه الدنيا فهمتو باش مهندسين هلا استمع اخد بس اخد رقياب ثانية واحدة عشان نسل حضرت عندنا الانشي دولود عالتيندنس تمام السكشن انا سجلته هتلاجوه فيين لو عايزت تدخل على السكشن هتلاقيه في الايه في الا ادخل على التيم دي على الجروب بتاعك ادخل على السكشن بتاعي هتلاقي في الكلاس ماتيريال هتلاقي اللي ايه التسديل المرفوع يعني باش مهندس احنا انا كنت محول ولسه منضف الاميكانيكا وكده فدلوقتي الغياب تمام ولا ايه؟ اه انتما هو اول سكشن ده بالنسبه لك اصلا اسم انا ظهر عندك انا تمام اه كل اللي بيحضر بيظهر عندي في الاتندنس يعني تمام تمام ماشا باش مهندسين تفضلوا والPDF بعد ازنك باش مهندس هرفعلكو الPDF حاضر 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 والشيط اللي حضرتك بتكلم عليه ده اينزل فيه؟ الشيط المفروض انه هترفعلكو انا رفعتهلكو على الجروب بتاع الواتس ماشا ماشا دور عليها هتلاقي انا هرفعلكو دراكت البرزنتيشن والريكورد مرفوع يعني اه شكرا افضلوا باش مهندسين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة